انا عايزين نأكد لكل الناس ان الموضوع اتقفل والموضوع انتهى بالقرارات التي صدرت من الاهلي ومن ربطة الاندي طيب الجزائل عايز اتكلم فيها وللأسف البعض بيحاول يستغل اهتمام الاعلام المغربي بهذا الملف وانا عارف الحمد لله فيه متابعة كبيرة جدا من الاصدقاء والاشقاء في المغرب معانا هنا في قناة الاهلي ومن خلال برنامج التريند والكل بلا استثناء عارف مدى حب كل الاهلوية للاشقاء في المغرب والبعض اللي بيحاول يصدر ازمة للاهلي ان دي مشكلة مع لاعب مغربي ما تلعبوش اللعبة دي لان الاهلي علاقته قوية جدا بالاشقاء في المغرب والحاجات اللي بتتضرب على السوشيال ميديا مش هتسمع ومش هيبقى لها اي لازمة وشغل اللي جاني اللي بيحصل على السوشيال ميديا ده مش حلو على فكرة ومش كويس يا جماعة احنا بنلعب كورة خلوا المشاكل كلها في اطار الرياضة ما تصدرواش المشاكل اللي اكبر من كده مشكلة حصل فيها قرار اتوقع فيها عقوبات اتقفلت ليه بقى اقول كده لان الاهلي كان بيلعب في صفوف وليد ازارو وكان بيلعب في صفوف بدر بنون اللي اتنين اللي غاية دلوقتي بيتكلموا على علاقة القوية اللي بتربطهم بالاهلي وما بدأ مدى تطبيق اللوايح والنظم والعمل المؤسسي والمبادئ من خلال النادي الاهلي ده لدرجة ان الاهلي وبيلعب الوديات في نهاية دور الابطال بدر بنون جزار الاهلي شوفوا وصلت لفين مدى احترام اللاعب للمؤسسة والمكان اللي بيلعب فيه لعب مغربي زي بدر بنون زار النادي الاهلي ليلة مباراة نهاية دور الابطال مع الوديات المغربي طب مش هتكلم على كده مش هكتفي بده بس هروح للحاجة تاني وليد الكارتي نجم فريد بيرامدز واللعب المغربي اللي كلنا بنعشق اداءه وطريقة لعبه هل حد اسمع له مشكلة؟ اطلاقا ليه؟ لان اللاعب محترف بيلعب بشكل محترف لا بيصدر ازمة ولا بيحاول يستفز ولا يعمل مشاكل ادي وليد الكارتي مين تاني السنة دي كان موجود في الدور العام؟ مين كان موجود قبل كده؟ بصوا معايا الاسماء اللي كانت موجودة من اللاعب المغربة في الدور المصري وعمر مصادرة مشكلة عشان برضو لما تيجي التاقش مشكلة لازم تشوف الفعل ورد الفعل حتى لو رد الفعل غلط واحنا بنحزبه بس اكيد لازم الناس تشوف المسائل دي سببها ايه؟ لان على فكرة ممكن المشكلة دي تتقرر في مطشط تانية ولو السنة دي بصيته على مطشط الدوري مشكلة هذا اللاعب لم تكن موحسين الشحات فقط محمد حسن اللاعب الاسماعيلي اضطرت في مباراة الاسماعيلي وبرامدز مع نفس اللاعب بنفس المشكلة اللاعب نفسه حصل بينه بين أحد زملائه في مباراة نهاء الكاس في الأهل وبرامدز مشكلة بينه وبن زميله ووصلت للتعدي على فكرة والكابتن أمين عمر ادى انظر في اللاعبة دي فالمشكلة يا جماعة مش مشكلة تتعلق بالأهل او بحسين هي المشكلة اعمق من كده عشان محدش يحاول يصدر ان هي مشكلة جنسية احنا عايبي عندنا مشكلة مع العيب مغربي استحالة يا جماعة ده انا على المستوى الشخصي كل علاقاتنا واصدقانا دايما في المغرب اكتر من تونس والجزائر النادي الأهل لما بيسافر في كاس العامل الاندية شوف العلاقات وصلة لفين رئيس الجامعة الملكية المغربية كان في زيارة خاصة لبعثة النادي الأهل والتقى بالكابتن محمود الخطيوب البعثة الرسمية النادي الأهل لما شارك في كاس العامل الاندية رغم ان البعض كان حاول ان يعمل استثناءات في اللايحة والرجاء الرياضي المغربي يشارك لكن الأشقاء في المغرب احترموا اللايحة وكانوا سعداء جدا بمشاركة الأهل في البطولة فمحدش يلب على جزئية الجنسية لا المشكلة نفسها هي مشكلة ملعب حصلت بتصرف فردي فيها فعل ورد فعل رد الفعل ايا كان الفعل ايه لا احنا عنعقب رد الفعل لان ده موقفنا دايما ايا كان مين هو اللعيب ايا كان مين هو نجوميته في فرق تانية بتعمل افعال خارجة في الملاعب ومحدش بيقرب منها ولا بتوقع لها عقوبات سواء داخل النادي او حتى من الربط او من الاتحاد وديكوا فاكرين المشكلة اللي حصلت قبل كده لغاية دلوقتي العقوبات محطوطة في الدرج ما طلعتش العقوبات في الدرج ما طلعتش انا لو ذكرت الاسماء بصوا اللعيبة اللي لعبت في الدور المصر وليد ازارو بدر بنون عمر نجدي عبد الكبير الوادي اشرف بن شرقي حميد احداد محمد قنجب طب لا استنى اشرف بن شرقي ومحمد قنجب حد شف لهم مشكلة في مبرامة بين الاهل والزمانك معهم تحديدا بالعكس ده كان دايما بيلتقوا بيعودوا بيخرجوا مع بعض حتى علي معلول اللاعب التونسي كان دايما معهم كان دايما بيبقى معهم وكان دايما في كل خروجاتهم اللي علي معلول حصلت معاها مشكلة برضو من نفس هذا اللاعب في مباراة السوبر انا اتمنى من الحكام واتمنى من المرأبين لما تحصل افعال خارجة من اي لاعب لازم يوقع عليه الجزاء لازم يوقع عليه الجزاء لانه قررها مرة واثنين وثلاثة واربعة وفي كل مرة بيطلع هو المجن عليه رغم انه هو السبب الرئيسي في اهزمات كتيرة في مباراة كتيرة انا قلت الاسماعيل وبرامز طرد محمد حسن ماتش السوبر الاهل وبرامز في الامارات واشارات خارجة لجماهير الاهل في الامارات ماتش مبارح واشارات خارجة لجماهير النادي الاهل في السادة الدفاع الجوي الواقايا دي كل اعلى فكرة متصورة صوت وصورة متصورة صوت وصورة عموما زي ما قلت قبل كده الملف ده تقفل القرارات صدرت من الاهل ومن ربطة الاندية ومش هدخل فكرة بقى اصل العلاقات والجنسية والكلام ده في بعض الناس بتحاول تصدر ده لحكتين لحكتين اول حاجة بعض الاشخاص عندهم مصلحة فيه ابرام بعض الصفقات فعايز يصدر لك ازمة عشان ما تجيبش لعيبة من احدى الدوريات العربية وتحديدا من الدور المغربي ده نقطة والجمهور لازم يواخد باله من الكواليس والمشاكل اللي بيحاول البعض يصدرها عشان افساد صفقات انت بتحاول تتعاقد معها في الدوريات العربية وتحديدا في الدور المغربي والناس لك عارفة قوي علاقة النادي الاهلي بالاشقاء في المغرب وعارفة كويس قوي مدى احترام ادارة الاهلي لكل اللاعبين اللي موجودين سواء في مصر او خارج مصر الحاجة التانية زي ما قلت لحضراتكم ناس فشلت في كل شيء فبيتحاول تحدفك بقى يوطوب عشان تعملك اي ازمة لكن كل ده مش هيسمى اشتغل على نفسك ونجح اشتغل على نفسك ونجح واللي بيطلع يتكلم على الاحترام والاخلاق يبص في تاريخه قبل ما يتكلم لان لو بص في المراية والله العظيم مش هقول مش هيطلع على شاشة مش هينزل من بيته لان اللي بيتكلموا على الاخلاق والمبادئ تكلمهم تاريخ للأسف سيء جدا في الملاعب المصرية خلال السنوات الاخيرة والفيديوهات موجودة والناس كلها عارفة ايه اللي حصل في الفترة الاخيرة اخر حاجة قبل ما اطلع لفاصل دي الخسارة الاولى للأهل في الدوري وانا عارف ان الجمهور الاهل زعلان من الخسارة ولكن طبعا مش غضان لان الاهل السنة دي الحمد لله محقق نتائج كويسة جدا ولكن الشيء الايجابي ان المباراة دي هتبقى محل تحليل ودراسة مهمة جدا من مرسل كلار عشان الموسم اللي جاي عشان الموسم اللي جاي تعرف النواقص اللي عندك ايه تعرف مين اللي ممكن يكون جاهز نلعب معاك مباراة كبيرة ولا لأ مين اللي يقدر يلعب مباراة فيها ضغوط ولا لأ دي النقاط الاجابية اللي ممكن نخرج بيها من مباراة الامس لا حد هيعقر علينا فرحة الدوري ولا حد هيعقر علينا فرحة الموسم التاريخي اللي اتحقق السنة دي ولا حد هيعقر علينا الفوز على الفرق اللي بتنفسنا السنة دي في الدوري وفي الكامل